اما طريقة حزب الله في الانتخابات عجز العلماء عن تفسيرها وحصوت وخليك مرتاح شوي وخلينا نتفاهم مع بعضنا احسن ما تكتر الكلف شفتو كيف انت يا ناخب ياللي ما بدك تنتخبه زعلان ما تزعل لانو الزعل بيجيب المرض والمرض بيصير بده مستشفى ولتفوت على المستشفى راح تلبكنا بتليفوناتك فانتخبنا وريحنا وارتاح شو هايدا؟ لا وتاري وفوق الدك بنازلين لهم نفس النواب اللي هن زعلانين من اداءهم انو خلاص ماشينا انتخبتوا من قبل بمرة انتخبهم كل مرة اذا مش كرمالهم كرمال صحتك مش هم ما تزعل اذا زعلت بيسيب لك تترجاههم اللي انتخبتهم وزعلان منهم لا يفوتوك على المستشفى بعدين انت على شو زعلان ما فهمت ما عندك النايب حسن فضل الله عم بيكافع الفساد ماشي حاله ولا بهايد التوقيت بيزداد تتحرك وعمل مؤتمر صحافي واطلق كتاب كتاب بعنوان الفساد والقضاء عقد عدو كتلة الوفاء للمقاومة ان اب حسن فضل الله مؤتمرا صحافيا في مقر الكتلة عرض من خلاله النتائج الكلية التي توصل اليها ملف مكافحة الفساد في حزب الله بين عامي 2018 و2022 الهبات القروض سلفات الخزينة ذكروا كلكم موضوع ايضا على مدى عقود من الزمن السلفات لا الكهرباء والسلفات لا بعض المؤسسات التلاعب بمستندات وزارة المالية في اربع قضاء نحن اشتكينا عليهم عدد المؤسسات التي تم الادعاء عليها اربعة مجلس الانماء والاعمار ادارة اوجيرو وايضا شركيتين الخلوي على الادارتين لانه عندهم كان انفاق كتير كبير عدد الافراد اللي مدى عليهم 21 منهم بملف الانترنت غير الشرعي ومنهم بملف الصرف الصحي عدد الشركات المدى عليها 12 شركي سيكون متاحا لكل لبناني الاطلاع على ما قمنا به بالتفصيل فبين يدي الملفات والمستندات التي سيتم عرضها من خلال هذا الكتاب الذي نطلقه اليوم ومعا سيدي لانه في ملف المالي الفوضى الهائلة بالمالية 2000 صفحة اكيدة ما بيحتويهم الكتاب حطينا سيدي بقلب الكتاب يعني مع الكتاب مرفق بيتضمن كل ملف الفوضى المالي متركناه مرتب متل ما هو موجود كتاب انجازات وصداه انت كان فيك تحط الكتاب pdf على السداه مش حطي رجل درورة توزع كتابه وصداه حسن فضلالة اللي كان دايما نقول انه عنده معلومات رح تخلي رؤوس الفاسدين تتدحرج هادي من شي اربع سنين ومن وقت الا هلا المواطنين هن اللي اتدحرجوا للقعر والبلد اتدحرج للانهيار وياريت شفنا شي فاسد بالحبوسة بس من ايه يا حسن فضلالله ما سكت يعني وحط لكم ايها بكتاب مستده هلا اوكي بعضوا عم بطوف عليكم النهر الغدير ايه بسيطة يعني اذا زعلتم من نهر الغدير ايه يعني ايه يعني شو ايه يعني حيبطل يطوف عليكم يعني خلاص روحوا انتخوا وريحونا من كن وبلا زعلكم خلاص بقى ايه ازا يعني بعد الجوار بالظاهر ازا يعني ازا ما تزفت الطرق يعني شي وازعلته يعني شو رح يتغير شي ازا ازعلته يعني روح انتخوا وخلاص غراءوا بنهر الغدير بالوحل وخلاص غراءوا بشجوارو خلاص